هل لازلت منشق عن جماعة الإخوان المسلمين؟ أولاً أنا حتى أعرف نفسي على صفحتي حالياً المنشق السائل ومن الأمر الثاني حفاجئ المشاهد الكريم وأتمنى أكون صادق إن شاء الله وربنا يحس النهيتي لأن أتقرب إلى الله عز وجل بهذا الإنشاء لأن وضح لكل ذي عينين أن القيادة الحالية لجماعة الإخوان المسلمين انحرفت عن المصاري الصحيح للإسلام الصحيح والإسلام الوسطي المعتدل وأنها ارتكبت الكثير والكثير من الانحرفات المنافية لصحيح الإسلام ولمفهيم الإسلام الصحيحة فكونك أنك تعترض على هذه الأشياء قبل أن تبدأ لأنك أدركت أن هذه الانحرفات وينبغي أن تعالك ولم تعالجها القيادة فأعتقد أن هذا قرب إلى الله عز وجل لأنك تنتصر للدين الإسلامي الصحيح الذي لا خلاف عليه الدين الوسطي المعتدل الذي يمثله غالبية الشعب المصري الذي يمثله الفطرة النقية للشعب المصري الذي انتفض على جماعة الإخوان المسلمين لأنه رأى أنها تتاجر بهذا الدين العظيم وهذا الإسلام العظيم في سبيل مكاسب ومطامة سياسية فأنا أفتخر بأني منشق طيب اسمح لي أن أقول لك بعض التعليقات على فيديو وإسلام الكتاتنيا نشق عن جماعة الإخوان المسلمين كان أهم تعليق وأنا إلي خلينا أصدق أن هو إنشق أصلاً أنا في قاعدة دايماً بأنوه إليها هذه أقوالي وهذه أفعالي النواية ما قالوها إلى الله عز وجل أنت شوف أقوالي بتكلم بقول إيه وشوف أفعالي على الأرض وعلى الواقع بتقول إيه الأمر الثاني هي مصلحتي أنشق عن الجماعة وهي في عز عنقوانها وأن السلطة ومقاليد السلطة بيدها أم بعد أن تسقط الجماعة هل أنت مع أم ضد تكون رابطة للمنشقين عن جماعة الإخوان؟ وأنا مع فكرة أنه ننتصر للفكرة الإسلامية الصحيحة وإلا ننضوي تحت لواء أي جماعة لأن فكرة الجماعة في حد ذاتها تقسم المجتمع المسلم والمجتمع عمّاتها بشكل عام إلى أطياف وفيرق شتى وتحدث الانقصر في المجتمع أنت عاست مارس دعوة عاستدعو الناس إلى الخير والأخلاق ما فيش خلاف على ذلك عاستدعو أنت مارس من خلال الرابطة أقول لك رابطة يعني مش رابطة تنظيمية زي رابطة الإخوان صابقا لأن من الأفات والانحرافات التي وقعت فيها الجماعة فكرة الانتصار للتنظيم فكرة التنظيم يضغى على فكرة يعني تحول التنظيم في حد ذاته أو الجماعة في حد ذاتها من وسيلة إلى غير إيه موقفك من الدعوات النزول ليناير أو لـ 25 يناير 2014 ليسا النهاردة موعلن ذلك في إحدى وسائل لأننا بدعو الشعب للاحتشاد مش يوم 25 فقط يعني أنا بدعو من يوم 23 ليلة يعني يوم الخميس لأن يوم 25 حيواء في السبت لمن حسن الطالة إحنا عندنا يوم الجمعة 24 يعني وجمعة جازة فإحنا نحتشد من يوم لأن في مخطط كبير الجماعة بتهديف إليه بعد فشلها في تعطيل أولى خطوات خارجة الطريق اللي هو الاستفتاء على أزة التسور أن كانت تخطط لإعادة التاج لصورة 25 يناير من جديد حيث يتصل السلطة عن طريق إعادة حالة التسوير ومن المفرقات العجيبة أن فكرة التسوير في حد ذاتها ليست من أدبيات التغيير داخل جماعة إخوان وآخر ما يفكر فيه الإخوان التغيير عن طريق سطورة اسمح لي أختم حواري معاك بسؤال شخصي شوية معظم قيادات جماعة الإخوان النهاردة في السجون وأعتقد أن معظمهم أنت تعرفهم بشكل شخصي إلا حد ما البعض منهم حاجز بإيه والمفروض الناس دي أسد زيتك لأوجهز التعبير مسجونين النهاردة يعني عمك ساعد الكتاتني في السجن أولا مبصة أنا أحب أفصل ما بين الأمور الإنسانية والأمور السياسية والانتجاهات السياسية الأمور الإنسانية أنا أتمنى لدكتور محمد يعني الخير والسلامة ومن الحاجات التي يعني تريحيني يعني بشكل بإمتياح نفسي أن الرجل ليس عليه يعني يعني يجمع عليه الخصوم قبل الأصدقاء أنه يحظى بالاحترام باحترام جميع وأتمنى له في كل حوال الخير والسلامة أما الموقف السياسي بشكل عام إحنا ننشد دولة العدل والحكم الرشيد وسيادة القانون إلى آخر لا يختلف إزنان أن كل من يزبط من يزبط عليه أنه أخطأ في حق الوطن وارتكب أخطاء في حق الوطن ويجاز عليه بالقانون وإلا أننا ننشد دولة الغاب أنا أعتقد لا خلاف على ما أقول يعني ألف شكر لحضرتك شكرا جزيلا شكرا 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 شكرا